الإعلام اللي صور الرئيس الوزراء على أنه هناك حل مشكلة السكن أبداً وأنا أتحدى ونلتقي إن شاء الله بعض السنة أو بعض السنة إذا هو موجود مشكلة السكن سوف لن تحل إلا بقوانين صحيحة وآليات مالية تمويلية صحيحة وإلا عليهم مشكلة والأهم من هذا كله إيجاد عمل للناس الناس باشوا عقباً ميتين تاخذ السكن تبني وترفعت المواد الإنشائية العراقية كلها من مستوردة أكثر من 50% وخفضت العمر العراقي 25% يا سكن هذا إن شاء الله هي مبادرة يعني فائدة للناس الفقراء والموظفين وذي الدخل المحدود وأكثر الناس ما عدا هسا ملحك بالعراق يعني لا عرصة ولا بيت وما مشمولة بهذه القروض لأن ما عنده قطعة أرض حتى يشملوا بالقرض فنتمنى إن شاء الله هاي المبادرة تكون من جانب الناس اللي ما مستفيدين للمستقبل حتى تحل أزمة السكن بالعراق بصورة عامة بصراحة والله كمواطن يعني الحكومة مبادراتها هواية بس على أرض الواقع يعني يعني وجود الإيجابيات ما موجودة شيء إيجاب ما موجود بس كمبادرة أعتقد إراد الهد يعني فتاح شركات عالمية المقاولين المحلين شوية جهودهم يعني قليلة بالواقع يعني ماكو أي خطة صريحة من الحكومة لإنهاء معاناة السكن وخصوصا العشوائيات والتجاوز على الأراضي الزراعية يعني هناك آلاف الدوان مقاعدة توزع يعني للسكان ولكن يعني بدون فائدة بدون جدوى أكو قروض قروض يعني حقيقة يعني صعبة على كاهل المواطن يعني قروض بها فوائد كل شوهاي يعني ماكو أي خطة صريحة لمساعدة المواطن على الإسكان ترجمة نانسي قنقر